شاهد متتبعين الكرام شاهد عقاب الله كيف أصبحت خديجة ونحن يعرفين هذه السيدة التي اخذت سخطوة لديها قبل ما تدير هذه الواقع بعدما هربت لهم بالورسة ديالهم وتشهد ناحية مشهولة اليوم ما كتقرار بالاختطاف أو دات أكرم مسكين اللي كان مولفها وكتكتدخل عند الأم دياله وكتكتدخل طعامها فالتالي قدرت لها ودات لها يعني الكبدة ديالها اليوم كتجازة شوفهم سبعين الكرام ولت بشلولة ولت على قروصة ولت كتزيد غاب يديها رجلية ما كتحركه مش ربما دعات فيها الأم دياله قد كيف ما بديت لي يا والدي الله يعطيك والله يعطيك كيف ما كتشوفهم سبعين الكرام وحنا يعارفين باللي دعوت الأم مستجابة وعارفين ما كاللي خاف على أولاده قد الأم عاد كيجي الأب دياله الأب مسكين أب ديال أكرم اللي كان خدام غا خدام مسكين هو قي يعني كيشوف نعفوين يعني كيشوف الأم يعني سيتفاجأ وتفاجأ بزاف مني جاء وبقاه يعني الأم لقاه في واحد الحالة اللي إياه السيرية وقاتلوا بالإبنة راني ما القيزوش يعني كو كان شي أب نفي عليك وكان طلق المرأة ولكن احنا يقر الحمد لله ونشكروه هذا الأب هذا تصاب بالعقل دياله تصاب مرزا بدك يعاونها بدك يقلبوا عليه في المستشفيات بدك يقلبوا عليه سجيرا كذلك كاللي عمرها سلعة بدك ينشروا صورة دياله عبر المواقع التواصل للإشباعي يحتاج أحد والد الناس هو يعرفه وقال أنا الدري هذا رفيت شايفه هي كما هو دك الدري اللي يقلبوا عليه واشوفه ومن السبعين الكرام انتقلت به من المدينة ديالهم إلى مدينة أخرى اللي يبعيدة بزاف ربما هما من القنيطرة واتجهت به لمدينة مراكش وهي مسافة كبيرة يعني ما مشاتش مثلا من القنيطرة مشات لسلا أو رباطلا هي التجهت يعني فاتت تدار البيضاء ومشات للمراكش وتمي بغات تستقر يعني عند أموال ما يقارب 27 مليون زائد هالدري هذا اللي أتقد دخل به يعني هالدري هذا مشيش فقط فيه أو هالإنسان اللي نقول إحنا هي عاقرة خداته تحسب الأمو مالا هالسيدة دي بغات تدير هالدري هذا بغات تديره برو جي يعني تحطو حداها يستعطفوها بحيتي هي عارفة من المغاربة أكتر شعب يعني حانون فقط نحطو حدايا ونقل نقول على الله هالدري خاصو الدواء هالدري خاصو خاصو حيث نحضرت السعاية كيشدو شي دري وكيكويوه أو كيقرعولو أو كيدلولو شي عاهم الساديمة باش بنيحطو حداهم يستعطفو القلوب الرحبة ويزيدوهم الأموال شوفوا الدرجة فين وصلوا هالسعاية دولي قوى وبزاف خصوصة في إيروبوان في حدا الجوابع بزاف دي الأموال حيث السعاية الحقيقيين بابقاوش ولا يدرب كيتكرا وكل قد كتلقى فيهم مرأة هي اللي بسيطرها وكتلقى ديك المرأة كتعرف الإساسة وكتعرف البرقاقة وكتعرف كل شي وقالسة معي وانت ركيس حبك رها مرأة عادية ولكن هي ركيسة اللي ملايين منها تايكة برقك ومنها بزاف دي الأدوار كتقوم بيهم خاصنا ما نعودوش نعطيو درهم عشرات ريال ما نعودوش نعطيو لدي السعاية وخصوص لديك السعاية اللي كيجو عندك صحا بتلك يبغي يبسح لك الطولوبيل أو بتلك يوقف حدا ويقول لك أنا حدا لك الطولوبيل وربا فيه ما يخدم ما فيه ما يردب وكيبقى غالس وعاطيها كيشب الكولة وكيبقى يتشبكر هاد خديجة هادي اللي كان فيها فيس ديال السعاية خصوصا بعد المرازرة كتلقى وحدة بطولوبيل ديالها كتجي هي فيها فيس ديال السعاية يعني كتلقى فيها فيس كاللي فيها فيس ديال الدل كل وحدة شدو فيها كاللي فيها فيس ديال السعاية يعني هي في السعاية كتلقى الراحة ديالها يعني كتلقى بضارها بطولوبيل تعمل كل شي ولكن هي فيها فيس ديال السعاية كما هاد خديجة هادي تشوفوا كانت عندها الورس كان عندها كل شيء ولكن قررت باش ديها الدري هذا وتبيعه ولكن مني شافت الاخراء باللي تصوى ورديها لهم كاملين تباردجها وقررت باش تسبح في ديها الدري ولا هي قت ارى ما تدير ما تدير ارى نقاس عبي حتى شدوها كيف ما تشوفوا لولا لطف الله كو كانت السيدة دي دارت باد الابن هذا شيء خصوصا اني شافت الخبر تلشر تقول انا من يعي الحمد لله دي سيدة دي بكتعرفش معدي فيسبوك معدي تشي حاجة يعني باقي عيشة في الايام دي السبعينات كيف بكتشوفوا بتسبحين الكرام العقاب ديها لاشو كي ولات داخل هاد سيجنها دا كيف ولات بعد ما زارها الطبيب قال لك جاتها نوبة عصابية مما ادى الى فقدان الحركة للارجل ولكن الطبيب لخصلة بعض الادوية وبعض الترويض عاسة وعاسة تكون هاد نوبة عابرة وترجعت صح احنا باش يتشوفوا فيها والله تضحكوا عليها احنا نتبارك ومعارفين اللي دا الدرب يستهل العقوبة احنا يكن حسوا بالام انك يمشي لها الابن ديالها كتشوف واحد الخوف وهدرتكاب ما كتبقاش تاكل ما كتبقاش تركز كتبقاش تقول لك غا والدي والدي نتمنى من هاد الام هادى اللي يرجع لها الابن ديالها تاخدوا واحد درس تاخدوا واحد العبرة وكذلك الناس اللي سبعوا الواقع هادى ياخدوا واحد العبرة ياخدوا منها واحد ماشي غا تتفرج وتبقى تقول اه ويحب دولانا بشي حضي ولدي لا هادى كرا واحد درس اللي انت ياخذك تكون مراقب الابناء ديالك فين مشاو فين جاو خصوصا هم صغار من يكي يكبروا من يكيفوت وتبقاش العام ديك الساعات ما تبقاش تتابعهم صاف يكلوا واحد قد بالمسؤولية دياله ولكن بحالة السيدة دي كيفما كتشوفهم صبعين الكرام كانت ساهية من الاولاد ديالها ومخلياهم خارجين دالعين شيء اللي خلا هادى السيدة دي اللي مسمات خديجة ابا الاغتينام هادى الفرصة هادى ودات لها لابن ديالها وهي ما كانش عارفة ولا كانت عارفة الله وعلم بحيث مؤخرا سمعنا باللي هاد السيدة دي بغا تنازل على خديجة باش تخرجها الله وعلم والاب ارفض كاللي كي يوافق الرأي كاللي مكيوافقش شوفت السيدة شنو كتنية ديالها واشا تسيدة بحيث انا حضرته وتتبعين الكرام واحد نار كنت قلس في القهوة ومقابل مع اي واحد الكونسيرج والزوجة دياله خرجت وبدأت كتتخطي في الابن دياله والابن دياله يعني ما يقارب ثمانية ديال السنوات عنده تمثل سنين وبدأت عليه على ما بشتيش لديك التنوبيلة كله اعطاني فلوس لديها وذيك الجيلي قدرني مسكي كلام مع اولاد الحوبة وذيك الجيلي حطه غفو كتافه هيا شداته ضربته ولبساته ذيك الجيلي وقاتلوا سير عدد طنوبيلة التعليا بسكين مشاو بقا غاواقف هو يتحرك ديك بالطنوبيلة لا يعطيش جيليا وقاتلوا اجي اللي هنا يا واشتاي ما قلتيلوش حلاش ما وقفتيلوش في الطنوبيلة ليش وبدأت كتعاتبوا واشتبها هدي ام واشتو قاتلوا الغريف العمر واني قاس كنت صنط لها قاتلوا شوف والله ما اخطبت هذه الخدمة احترج عقل الربوان تسعة شوفوا هم متسبعين الكرام واشتبها هدي تشدها وما تعطيها هاش الامة كان يشو حدا كتقلب على الريق الناشف غدير غالولاد مسكينة ما وصلت لهم شو هدي اربع طال ولاد وشو كي شو شو لها منطيق يعني الدري تلقى باقي بسكين كيقرى غف في الرابعة ولا فيه وهي كتعلموا السعاية من الصغر فكيفاش الدري هذا الاكبر كيفاش هيولي كتعلموا يوقف الربوان تعلموا يمشي عند هادا يمشي عند هادا كيفاش الدري هذا هيكبر وهيدير واحد يبصق بال وهيدير بالزرد للامور علموا ابنائكم الاحترام وعلموا من القرية وعلموا من دخلصوا قراصهم فهيد الجيل هادا الي كيبقى يدير شغف الديرانات وبالزرد للامور راه هاكا من هاكا كيبقى طالع اشتركوا في القناة